السلام عليكم ورحمة الله أذكركم إن إحنا مبارح قلنا إحنا ليه غيرنا البداية بتاعتنا من الكلام عن الحمد لله للكلام وبداية الكلام بالسلام لإن إحنا اتجاهنا في رمضان إن إحنا نحاول أن نصل إلى السلام واتكلمنا في تأسيس نظرتنا للسلام وعلاقته برمضان واتكلمنا كمان في أول خطوة وفي مرحلة البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وقلنا إن إحنا نقسم البنامج في رمضان إلى سلاسة أقسام جزء نتكلم فيه عن بقاءنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وجزء نتكلم فيه عن علاقتنا بالناس وجزء نتكلم فيه عن علاقتنا بأنفسنا وهدفنا في كله أن احنا نكون غرقين في أنوار السلام وتكلمنا مبارحا سلام مهم جدا 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 وهو سلام المحبة الربانية سلام المحبة الربانية اللي تخليني أبتدي وأنا ببتدي حياتي مع الله أبتدي بأنني أبدأ مع حبيب سبحانه وتعالى يعني إيه أبدأ مع حبيب؟ أبدأ مع من يحبني فأنا أبدأ وأنطلق وأنطلق في الحياة مش مع من يكرهني أو من يتربص بي ولكن أبدأ مع من يحبني فينشرح صدري فأحس بأننا في سلام يعني إيه في سلام؟ أنني لست مطروضا ولكنني مرغوب مطلوب فإذا كنت مطلوبا فأبدأ وأنا في سلام النهاردة بقى ننتقل إلى خطوة أخرى والنهاردة مازلنا في اليوم التاني من رمضان وإحنا بنفكر حضراتكم أننا في المحطة الأولى اللي هي محطة السلام والعيش مع الله سبحانه وتعالى وشعرنا فيها زي ما قلنا البقاء في حضرة مولانا والنهاردة عن نتكلم ونبني على سلام المحبة الربانية سلام تاني مهم جدا جدا ومن أهم مجالات السلام واللي لو عشتي فيها بسلام حياتك كلها تكون سلام واتكون حياة طيبة كلها سلام النهاردة عن نتكلم على سلام مش ممكن نتخيل بعد المحبة الربانية إلا وإحنا بنعيش في السلام ده اللي هو سلام إيه؟ سلام الافتقار سلام الافتقار يعني إيه؟ أن أكون سالما لأنني دائم الاحتياج إلى من لا يتركني هو ده معنى الافتقار أنا دائم الاحتياج إلى من لا يدعني ولا يتركني اللي هو من؟ الله يبقى لأنه يحبني فإن اللي حصل جبلني على الافتقار إليه فلما جبلني على الافتقار إليه إيه اللي حصل جعلني في أمانه وجعلني في ضمانه وجعلني دائما لا أشعر بالخوف لأنني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فكلما استشعرت أنني دائم الاحتياج إلى من لا يتركني وهو الله فإلا حاصل يحصل في قلبي سلام سلام إيه؟ أليس الله بكافٍ عبده فأشعر بالسلام فالافتقار هو دوام الاحتياج إلى من لا يتركني فأصبح مفتقراً إلى حبيبي ولا أرى نفسي مستقلاً عن مولاي فأنا في أمانه وما سميت الحسنة حسنة إلا لأنها من ماذا؟ من فضل الله فإذا كنت أنا في رمضان أطلب الحسنات فأنا لا أطلب الحسنات يعني لا أطلب هذه الأرقام ولكن أطلب ماذا؟ أطلب أن أبقى في رضا الرحمن فأنا مفتقر إلى الله لا أفتقر إلى ما سواه وعشان كده في آفة خطيرة بتحصل وممكن تأثر على سلامنا ده سلام العبودية وهو آفة عندما يحصل عند بعض الناس أنهم ما يكونونش حسين ومتملك من قلوبهم سلام الافتقار يحصل لهم حاجة كده تشوش عليهم سلام الافتقار تحصل لهم حاجة تخليهم مش حسيني أنهم في سلام وتخليهم يلهسوا ويحسوا أنهم مش قادرين يوصلوا لشيء إيه اللي بيعدد سلام الافتقار إلى الله شيء مهم اسمه عبادة طلب الرصيد